مرحبا لكم النازلاء. هذا الفيديو راح نوضح كشو نقدر نسلح حوالي عن طريق ريمة الوستر نيوني ننضع بوشري دي بتطبيق زين كاش. اللي هي طبعا دولية. طبعا اول مرة ندخل التطبيق. على الراجعة الرئيسية بدنا بيها رسالة اموال استلام اموال. طريق مع عملات المسترمين مسجليين. حساب السوم يعني مثلا نحسد. يعني مثلا نحسد. مثلا اذا اريد نودع اموال اشقد راح يستخطي من عدتها. هي نفسها موجود برسالة اموال يعني ما يحتاج ان نجيها. رامة المسترمين مسجليين طبعا اذا حولت مثلا اكثر من اذا حولت الشخص راحت نحفظ راح نحفظ معلوماته بالتطبيق. ممكن ما تكتبه من جديد مرة ثانية بس تختار القرامات والتي ترسيلها مرة ثانية. ثالثة المعاملات يعني نقز المعاملات الحوالات اللي حولتها. والبيه هي طبعا يجي الام سي تي ان اعتقد اللي هو اللقم الحوالة اللي في طول مبلغ. آآ عندنا استلام اموال طبعا هاي في حالة شخص آآ او دعينا اموال. وعدنا اسالة اموال اللي هي احنا راكن يسوي داعي الاموال. ندخل على رسالة الاموال. هاي القائمة مع رسالة الاموال طبعا عدنا قائمة مسجلين هاي في حال بين شخص يعني يحاولي الاموال تقدر مرة ثانية نحاولي بدون ما نكتب عنوان المجددين نختارها. راح طلع لنا اسمه. مجرد ما نختاري طلع لنا بحالة ثانية او اريد مثلا احنا نكتب العنوان المجدد. مثلا هاي الدولة اللي رادي نوردي لها بشخص الرقاعم باي دولة راح نختار دولة الموجود بها. مثلا هاي سيبن احنا راحتها الماني جيمني. طبعا العملة هي اليورو. خيار التسليم اما عدنا حساب مصرفي او النقطة من وكيل وستن يوني. احنا طبعا احنا نختار حساب مصرفي احتبال راح نحول الالكترونيا. النقطة من وكيل وستن يوني اعتقد نروح عن طريق الوكيل. معنى تشغل بها. احنا يعني طريقة روتينية حاية حساب مصرفي. احنا ادخال رمز الترويج هذا اختياري مع الشربي. احنا النوع طبعا احنا احنا قريتهم احنا راح نوديها. فنختار نحدد تبور محددها اول وتالي على قلبية ارسالة. احنا راح من نكتب المبلغ راح يسوينا احتساب تبقائي للطريب والاستقطاعات. احساب مثلا راح اول مبلغ مليون دينا عراقي. وقلة تحميل تفاصيل راح صافي يعني. بغل السقطاعات الضريبية. اتاني ندخل اه اسم الاول اسم الثاني. يعني المعلومات الكاملة مع الشخص المعني. طبعا معلومات هان يقاها هو الشخص يوصي لنا هان يقاها على الظهر مع البطاقة او بالواجهة مع البطاقة الدولية ماتل. بالضبط نفس الشيكون. نفس التفاصيل. اه حتى من اه الشخص اللي يجي استلم لازم يدخل اسمه. يكون نفس الاسم المرسل. يعني الاسم الدخلنا احنا كون الشخص ذاك المستلم يدخل نفس الاسم حتى غير يستلم. اكتناه مثلا معلومات عشوائية على استلم مثلا غير اختار اسميانة. يعني كتوضيح. طعم بالانجليزي. يفضل كابتل لتر. حتى ما عارس يخطر. العائلة او اللغة. العلاقة بالمستلم مثلا انا نشعود له. مثلا اخوي مثلا اختار اائلة. او صديق صديق مشتري باعهم مشكلة. الايبان هاد مهم. الايبان هو الكود اللي يشمل عدة اكوات موجودة على ظهر البطاقة الدولية اللي بيها اسم الموقع. او المدينة والحساب المصرفي. حساب الشخصي. اصرع انا رح نشوفه شون رح يسركه شيخ خير السم. هنانا البداية اف آر اللي هو كونتري كوت. الفان اصر هنانا الفرنس. هنانا الستر سبعيني جورة. يعني تقريبا اه هذا التصميم موجودة على ظهر البطاقة الدولية. جورة الاسم. بكتوب ايبان. هذا طبعا اهم شيء. هذا الكود موجود. هاي يكلم ونكتبه. الاسم والبانك كود والبرانش كود. الاكاونت نامبر وشك ديجت ثانية. ها طبعا ما كنت فراغات. احنا كلها نسويها اه يعني نزميشها كلها. بس وهنا نفصلها على شكل فراغات حتى يوضح انه كل بقى رشة يعني. كل اه رقم شي يعني من هاي الفوتو. هنانا الغرض الحوالي. انا مثل اصلي مثال شخصي جاي يدرس اكتب اه دعم اسراء ونفقات معيشة. مصدر الاموال انا مثال من غاتبي. المغاتبي جاي يحول للشخص معني. اختار غاتبي. عاي في الحال يعني يدون سحب اه اه اكتشف حساب روين هذا القريل. يدون في مصدر الاموال. طبعا انا شروطوا الاحكام موافق عليه هن كلهن. ما يطلع لي انا موافق لما ننزل بي لاخر شي. اعتبار انا عسفة قريته نابعا خصوصي روح فوق. من قل الارسال راح يقول سيتم الارسال طبعا. وننتظر تقريبا انا يعني استغرقت يوم واحد. يوم واحد ووصلت الالمانيا. اريد مثلا عسر المثال الرقم الحوالي شون الام تي سي ان. والاسم المستلم وبالذي الواجهة والمبلغ. بس مباشرة شون اعفو بصدر الله من يقول مثلا الحالة ماتين على مستلمة بلون اخضر. يعني وصلت. فمباشرة منها اه كلم الشخص. المعنى هي كلتها وصلت اله شش سمو اي رائعي سنم اطاقه. اوتمن انقونا ستفعلت هنالت فيديو. شكرا لكم شكرا